مرحبا بحضراتكم مرة كمان ونتكلم في الفقرة دي تحديدا عن فكرة هنا الأولويات في حياتنا ونتكلم عن أهم الأولويات في حياة أي شخص هو فكرة أنه يكون دايما بصحيته صحيته تكون جيدة من غير أي مشاكل ممكن أنها تقبله على مدار بقى يعني عمره كله منتكلم هنا تحديدا وبالتفصيل عن ألام العظام واللي هي بتبقى بشعة بصراحة والمفاصل اللي بتبقى أبشع واللي بتعتبر من أكثر الأمراض والمشاكل اللي هي بقت منتشرة كمان بشكل كبير جدا يمكن زمان كنا بنسمع أن هي منتشرة بين كبار السن دلوقتي أنت بتسمع أن هي منتشرة بين يمكن الشباب بفئة كمان يعني أو بشكل كبير ويمكن كمان أكبر وأكثر ما بنسمعه عن الفئات اللي هي العمرية الكبيرة في السن ده راجع لإيه؟ راجع لحاجات كتيرة جدا طيب الأسباب هنتكلم فيها كمان طرق العلاج هنتكلم فيه بس اللي أهم من ده ومن ده نتكلم في طرق الوقاية لأن ده ممكن بعد كده عوضنا عن مشاكل كتيرة جدا ممكن أن هي تظهر على مدار وكل ما تقدمنا كمان في العمر خلينا نتكلم في كل ده وكمان أسئلة حضراتكم اللي بتبعتوها كمان حنتناقش فيها وحنترحها على ضفنا دكتور أحمد رأفة أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والمستشار التبي أيضا لشركة بكس فارما بونجور صباح الهانة على حضرتك ملف مهم العدم والمفاصل ملف في غاية الأهمية وزي ما بتقال كده ما فيش بيت مصري ما عندوش يمكن حد بيعاني لها مشكلة في العدم أو مشكلة في المفاصل ولكن زي بكتب أقول هو إيه دكتور أحمد بقيتنا ليتلي بنسمع دلوقتي شباب صغير وفي كامل صحته ومفروض في عز شباب وعشرينات وثلاتينات وتلاقي عنده مشكلة في المفصل عنده مشكلة في العضم وتبقى مشكلة موجعة ده راجع لإيه في الأصل طيب أولا عشان نشرح الموضوع صح احنا الأول لازم نفهم أن المفصل ده مكوم من عضمتين عضم فوق وعضم تحت وما بينهم الغضروف اللي بيحمي المفصل من الاحتكاك تمام وفيه السائل اللي جوه المفصل وكل ده متغلف بكابسول عشان تحافظ على المفصل في الوضع ده طبعا فيه أربطة وحاجات كتير بس احنا ده كده شكل مبسط للموضوع الشباب دلوقتي مشكلة فين؟ أن احنا وإحنا صغيرين كنا زيان بنلعب بنجري بنلعب ونركب عجل بنعمل مجهود فيه رياضة دايما فبالتالي عضلاتنا قد على طول شغالة وقوية فمخليها المفصل فوق بعيد عن بعض اللي حصل الفترة دي أو بأغلب الفترات دي دلوقتي أن معظم الشباب بقى إما بيلعب على البلايستيشن إما قاد عن موبايل إما ما بيتحركش أصلا بيلعب أي رياضة خالص ما بقاش فيه لعب كتير زي زمان فبالتالي عضلاتهم بقت أضعف فبقى اللود كل اللي هو بيعمله أو الحركة اللي بيعملها كلها وعى أن المفصل نفسه هو اللي خابت في بعضه فبالتالي بيحصل احتكاك دائم فبيأكل الغضروف بدري فده بيعمل ألم الخشونة أو ألم الواجع اللي بيحصل لهم دلوقتي لأن عضلاتهم أصلا هي اللي ضعيفة ده السبب الرئيسي أن معظم الشباب بقاش عندهم زي يعني بقى يتعبوا أكتر من الأول في مشاكل المفاصل كويس جدا تاني مشكلة وده السبب برضو بالنسبة لهم أكتر أنهم ما بقوش يتغزوا صح بقيت التغزية عندهم أي حاجة سريعة نقولها ساندويتش ونجري ما بقاش فيه سلطة ما بقاش فيه خيار ما بقاش فيه خضار نفسه حتى مطبوخ ما بقاش يتاكل بدأوا يهملوا جدا في موضوع التغزية فبالتالي الجسم ما بقاش عنده المواد اللي المفروض تكون متخزنة عنده جوه عشان يبني بيها سواء الغضريف أو العظم أو أي حاجة فبالتالي هو بيحس بتعب وبإرهاق وهو أصلا في سنين صغير جدا مفروض ما يحسش بالحاجات دي دول أهم حاجتين مأثرة في الشباب دي دي الأسباب دي الأسباب جدا أنا دلوقتي بقى لو الشخص عارف هؤل الأسباب ومش عايز أوصل إن أنا غير مفصل أو يبقى عندي أزمة كبيرة والألام المبرحة اللي بتيجي جراء هذه هي يعني الأزمة إزاي أعمل بقايا بقى أسوأ هنا ليه كبار السن لو ما عندهمش أو ما سلش الموضوع لكده أو الشباب الصغير علشان ما يوصلش لده طيب مبدأين كده أول حاجة طبعا مهمة جدا إن إحنا لازم نلعب رياضة ولو حتى بسيطة في اليوم إن إحنا نحرك عضلاتنا ونخليها أكتف ويكون فيها دورة دموية بتوصل للمفصل وللعضلة عشان ده الغزة بتاع المفصل نتحرك يعني ومحش بتحرك دلوقتي تبقى قعد في البيت أي بحد معدي قدامك تطلب منه ويجيب لك أي حاجة ده موضوع غريب ده حقيقي لازم يتحرك لازم يكون في حركة لكل عضلة في الجسم تاني حاجة لازم نشرب مياه كويس جدا ونحافظ على المياه لأن المياه مهمة للعضلات وللمفصل تالت حاجة إن إحنا لازم بقى ناخد الغزة كويس أو المكملات الغزائية اللي تعوضنا عن المشكلة دي فنبدأ بالتالي إن إحنا يكون عندنا مصدر مخزون كويس للمواد اللي محتاجة نبني بها جسمنا فبالتالي حاليا الأكل ما بقاش يوفر ده أو إحنا ما بقاناش ناكل صح عشان نوفر ده فالمكملات الغزائية بقى الجزء حاليا يعني لا يتجزق من الحياة دلوقتي كويس جدا نتكلم بقى المكملات الغذائية ونتكلم مع حضرتك عن إيه المطلوب مننا وإيه اللي نلجأ ليه كمعاود لنقص الغذاء والحاجات اللي زي كده أول حاجة نتكلم عليها خالص إنه زي ما اتفقنا إن المفصل فيه غضروف والغضروف ده أهم شيء هو اللي بيحافظ على عدم الاحتكاك جوه المفصل فبالتالي بيكس فارما عملت جوين بيكس ده مكمل غذائي معمول مخصوص للغضروف والمفاصل هو مكون من خمس مواد أساسية اللي هو كوندروتين والجلوكوزامين المادتين دول هم العنصرين الأساسيين اللي الجسم بينتجهم أصلا داخلي عشان يبني بيهم الغضروف هو ده مكونات الغضروف فبالتالي هي موجودة أصلا في الحباية بتاعة جوين بيكس تالت حاجة موجودة فيها اللي هي الهايلورانيك أسيد اللي هو احنا قلنا السائل اللي موجود جوه المفصل ده بيقل تدريجي مع السن ومع الاستخدام الكتير بيبدأ يقل ويبدأ يخرج بره المفصل فبالتالي احنا محتاجين نعوضه عشان هو ده اللي عامل لوبريكنت جوه زي الزيت كده مخلي الدنيا ما تحتكش ببعضيها فده موجود برضو في الجوين بيكس آخر مادتين موجودين هم برومالين والجينجر البرومالين ده مستخلص من أنناس وهو مضاد للالتهابات فأي حد حتى لو بيشتكي من ألم بياخد برضو الجوين بيكس عشان يقللوا الالتهاب والجينجر هو مسكن طبيعي فبيقلل الألم فهو الجوين بيكس بيمشي كوقاية إن أنا أحمي نفسي من الأول وعندي مخزون من الحاجة اللي أنا محتاجها عشان أبني بيها الغضريف أو إن أنا بستخدمه كعلاج في حالة إن حد عنده أصلا بداية خشونة أو خشونة بياخده يعوض الغضروف ويبني في نفس الوقت يقلل الالتهاب ويقلل الألم طب الفئات العمرية المختلفة أنا بتكلم هنا في كل الفئات العمرية ده سؤالي الأولاني السؤال الثاني فكرة الأمراض المزمنة هل بتتعارض ولا لا السؤال الثالث هل ده مناسب للرياضيين اللي هم كانوا أبطال مثلا وبيلعبوا بشكل احترافي بعد كده بطلوا فأكيد بيبقى فيه فرق كبير جدا العضلة بيحصلها استرخاء العضم بيبقى فيه زيادة في الوزن ده لو ما وذبش إن هو يتمرن يعني وبيأسطر طبعا على وظائف الجسم ككل هل برضو ده مفيد للفئة دي لأن دول فئة كبيرة جدا طيب بالنسبة لأول سؤال الفئة العمرية إحنا بنقول إن أي حد بيقدر يبلع خلاص الحباية من عشر سنة واثنشر سنة ممكن ياخدو والله أنا عندي يعني أول التلسينات وما بعرفش أبل أحد الوقتي على فكر أصلا في ناس زي كتير يعني بس دي هي برضو خلينا نوضح للناس ممكن هل الكابسولة كبيرة حجمها لا مش كبيرة خالص هي تتبلع بسهولة جدا عشان في ناس فعلا بتعيني لا مش حجمها كبير خالص هي طبيعية يعني مل هاش بديل كسائل مثلا حاجة أو فوار لا خالص والله حاول نساخل عن ناس لا هي بيل لازم تتاخد بس هي مش كبيرة في الحجم وبتتبلع بسرعة احنا بنفضل السن دايما من 16 سنة بيكون خلاص بقى كبير وجسمه خلاص النمى تماما فياخده قوي قاية من 16 سنة دي بنحب انه دايما ايه خلي عندك مخزون دايما اكتر عشان خاطر تبقى ايه جاهز للجاي وبذات انه 16 سنة بيكون برضو وصل انه بقى رياضي محترف او انه بدأ يخش في الاحتراف فبدأ يكون برضو عليه لود قوي يكون محتاج ان الغضروف بتاعه يكون في الحاجات الجاهزة عشان يبني بيها السؤال التاني احنا قلنا الى مرض المزمنة لا هو امن تماما مانوش اي علاقة باي مواد خارجية ولا مواد كيموية ما يتعارضش مع اي ادوية اخرى خالص هو زي ما احنا اتفقنا هو الجسم بينتج اصلا المواد دي جوه يعني هي جوه الجسم بينتجها طبيعي احنا بس نديله زيادة عشان يخزن لان احنا مش بناخدها من الاكل الطبيعي تمام اخر سؤال الرياضيين اه طبعا مهم جدا اصلا للرياضيين كويقاية زي ما اتفقنا كده حتى في بداية عمرهم هو لما يبني من دلوقت احسن له من ان هو يستنى لما يوصل المحارة ان الويرة انتير خلاص بدأ ياكل في المفصل فيبدأ يحس بالمشكلة فينفع للرياضيين من اول ما يبدأوا رياضة وحتى بعد ما يبطلوا الرياضة وبيزيد زي ما حريك قلت كده ان هو لما بيزنون بيزيد فالتالي الوزن اللي نازل على المفصل ده بيبقى اكتر حتى لو العضلة كانت شايلة زمان فهي بدأت تبقى ايه شايلة لود اعلى بسبب الوزن وهي بدأ يحصل لها استرخاء فبدأ اللود يبقى اكتر على المفصل وده بيعمل مشكلة بس هي كلها مواد طبعية اكت برضو للسادة متابعين كلها مواد طبعية ما فيش اي مواد كيميائية خالص هي نفس المواد اللي الجسم بينتجه عشان يحافظ بيها على الغضروف بتاعها كويس جدا طيب لو حد ما بيعانيش من حاجة يعني حملوية تبنتكلم لا اللي هو واخدها وقاية تمامه زي الفل وبعمل تشيك اوب وما فيش حاجة عندي ورياضي وباكل كويس هل برضو الناس دي ودي فئة برضو موجودة حديك بتنصحها لا تلجأ يعني لهذا المكمل ولا الموضوع مش مستاهل هو زي ما اتفقنا احنا بنقول الغزاء اولا دولوات اللي احنا من اكله ما بقاش فيه نفس الفوائد بتاعت زمان الاكل نفسه طبيعا مهما حاولنا مهما نحاولنا وما بقاش فيه نفس الاكل الكمية اللي انا محتاجها جسمانيا يوميا ما بقدرش استخلصها كلها من الاكل لان احنا بقنا اكلتنا اقلب كتير واضعف وبقاش فيها كل الكلام اللي المفروض يتاكل فبالتالي المكملات دلوقتي زي ما اتفقنا كده بجزء اللي هي تجذب من الحياة حاليا خلاص ده اصبح امر واقع مع الانسان الحديث الحديث اللي هو عايش حياته او في العصر الصرع اللي احنا عايشين فيه ده بالتالي هو مش ملاحق ياخد الغزاء كافي ومش بيرتاح كويس وضغطات والحاجات دي برضو بتفقد الجسم ومينرالز وحاجات كتيرة جدا مهمة والتاني حاجة واحنا بينا نستهلك نفسنا اكتر بكتير من زمان يعني بينا نتحرك اكتر بينا نمشي اسرع بينا فيه سلالم كتير الحركة بقت اكتر بكتير الشبيعة الشغلة غيرت كتير عن زمان بينا نقص كتير جدا فيه زحمة مشاوير طويلة التغييد ده خلانا كمان واجباتنا بقت بعيدة يعني انت ممكن تأكل الصبحة اللي عمسك تأكل بالليل مفيش في النص واجبة لا اول مفهود اللي احبه يكون خمس واجبات في اليوم خمسة ايوة مفهود اتنين سناك لان دول مهمين جد حسب بقى انت نوع السناك بتاعتك فيه ممكن تبقى بسبوسة ممكن جيز تيك حسب السناك اللي انت عايزها يعني بقى صح يبقى فيه برضو فكهة او خضار عشان اخد الفيتامينز فبالتالي ما انا زيان لقولك النظام الغذائي بتاعنا ما بقناش ناخد اللي احنا محتاجينه من اي فيتامينز مش من دول بس فبالتالي لازم مكمنات غذائية حاليا عشان وقاية لان برضو كل الحبوب اللي عاملها بباكس فارما كلها ديلي ريكميند الدوز ده اللي انا بحتاجه النهاردة مش محتاجه بكرة فانا مازم كل يوم باخد الكمية دي عشان جسمي يستهلكها واخد بكرة تاني طب الكورس يتاخد ازاي بقى لو احنا هنتكلم دولاتي الكورس اللي قدامنا والكورس موجود طبعا فيه جويند بيكس والكو مالتي بيت كمكمل غذائي وبنتكلم عن بيستا اللي هو المضاد للسمنة برضو كلها مكونات طبيعية صح كده وايه تاني يا دكتور لو حريك بتقول لنا طب احنا جويند بيكس ده رقم واحد احنا زي ما قلنا ده للغضريف والمفاصل تاني حاجة على طول بعدها سي دي زيت بيكس سي دي زيت بيكس ده كالسيوم ستريت كالسيوم ده مهم عشان نبني بعض منها لان احنا يوميا العظم بيتاكل وبيتبني من جديد كل يوم يتاكل ويتبني من جديد كل يوم في خلايا بتتاكل وخلايا بتتبني تانية جديدة عشان يفضل العظم صلب وقوي لو التآكل اسرع فبالتالي نوصل لمرحلة الهشاشة ده بتعاني منه السيدات اكتر معظم السيدات بتعاني منه طبعا فعشان كده دايما لازم الكالسيوم يكون موجود في نظامنا الغذائي لازم يكون في المكملات بتاعتنا كالسيوم عشان عظمنا يتبني طيب بالنسبة ان احنا نتكلم مع الكالسيوم لازم يكون معا فيتامين دي ماينفعش ان اخد كالسيوم وماخدش فيتامين دي لانه لو ماخدش فيتامين دي مش هيحصل ارتباط للكالسيوم جوه العظم هيبقى الجسم يتخلص منه على انه مادة زيادة عندي مش محتاجة في اي حاجة فلازم فيتامين دي فعشان كده برضو بيكس فارما عملت فيدي تيكس اللي هو فيتامين دي بتديلي ركوميند دوز لكل يوم انه محتاج الكامي دي من فيتامين دي عشان عظم يتبني به فبالتالي هو ده سبب فيدي بيكس و سيدي زي بيكس عشان نحافظ على عظمنا و جوينمج عشان الجوينت طب بنسبة أدئي فيتامين دي يعني بPERCENT بتاعته Presents بمعنى يعني كان پرسنت الجسم محتاجه وهو فيه كم پرسنت율 من فيتامين دي محتاجين يومياً لألفين آي او وهو فيه ألفين اي او طب لو احنا بنكلم فيتامين دي هناخده كله الدوز اللي احنا محتاجينه والالفين مع الاكل الصحي بيضاي يبقى معدل مقبول بس هو الاكل الصحي مش بيدينا فيتامين دي خالص هي الشمس المصدر بتاع فيتامين دي المصدر الرئيسي للفيتامين دي الشمس ولازم يكون الجلد يعني وفي ساعات معينة مش وفي وقت معين عشان بعد كده بيبقى الترافيروت ريز اكتر فهي بتأثر فيه انما الجلد لازم يكون معرض عشان هو ده اللي بيمتص اصلا فيتامين دي فيه ناس بقى تبقى ماشى في شهر عبسة هدوما تقولك انا تعرضت للشمس لا هو كده انت منتوشك بس او جزء صغير قوي من ايدك والمتص فماخدش كمية مناسبة انا عندي شؤال ده انا دلوقتي جيف بيلي يعني هو دليا احنا منحط سان بلوك هل احنا كده ويربلوكينج او احنا بنبلوك فيتامين دي لا هو سان بلوك كده كده بيتعامل مع الالترافيروت ريز اكتر بالزبط مش بيمنع فيتامين دي بس هو بيمنع الالترافيروت ريز اللي اتأثر على البشرة نفسها ده سان بلوك لكن فيتامين دي نفسه زي ما اتفاقنا كده هو الجلد نفسه بيتفاعل مع الشمس ويمتص فيتامين دي كويس برضو احنا مش بنعرض نفسنا بوقت كافي وبالكمية الكافية فاساسا يعني هم عملوا ابحاث جديدة كده لقوا ان تسعين فيماية من المصيرين عندهم نقص فيتامين دي انا سمعت فعل الموضوع ده تسعين في المية ورغم ان احنا عندنا شمس رائعة بس احنا موضعش فيها خالص او معظمنا بيبقى من الصبح في الشغل بيخلص بالليل فبالتالي احنا ما بنرحقش الشمس او في الموائد المناسبة اللي هي المفروض الشمس دي نوع فيها من ستة الصبح لعشرة حتى يبقى الناس قاعدة في البلكونات والله المفروض سعنا وبيزداد في الشتاء كمان الموضوع بيبقى يعني متطلب اكتر من الصيف لان الشمس يصف اقوى بكتير انما حاليا في الشتاء احنا بيحصلنا برضو السقعة والتعب وكل ده بيقدي الى ان الواحد مش قادر لو قعد في الشمس شوية دين بتتغير ان فيتامين دي هو اكتر مصدر بيخلي الناس تحس بقرق او تحس بتعب اه ده نقصه يعني نقصه لو مش موجود انت تحس انك همدانة مش قادر تتحركي انا تعبان على طول عندي قرق بيوصل ساعات نقصه جامد لاكتئاب اه اه بيؤثر جدا في النفسية فدائما اللي بيشتكي من الاعراض دي اللي يعمل تحليل فيتامين دي هيلاقي نقص ولو خد مكملات فيها فيتامين دي هيلاقي نفسه احسن بكتير طيب هل جوين بيكس ممكن اخده للفل معين بمعنى ان انا مثلا خدت الكورس ست شهور وحسيت مثلا ان انا كان عندي بداية مشكلة وبقيت افضل بكتير هل اكمل ولا انا باخده لفترة معينة يعني لو انا حسيت ان انا افضل خلاص فهو مستمر معايا انا لو خدته كعلاج فخلاص انا اتعليكت الحمدلله والدنيا كويسة هكمل عليها عشان ما ارجعش تاني نفس المشكلة يعني ده مدى الحياة الافضل مكملات الغذائية عمتا زي ما اتفقنا لو انا هتغزى كويس بالشكل المناسب الطبيعي 100% فطبيعي انا مش هميحتاج حاجة من برنا بس ده ما بيحصلش نهائي او يعني هتلاقي بالنسبة قليلا او 1% من الناس هي بتاكو كويس جدا محافظة على نظام الغذائي مظبوط وبياكلوا كميات مظبوطة لان برضو الكميات بتفرق فتفرق جدا يعني مش مهم انا اكلت خيارة يبقى انا كده اخدت كفائتي من الفيتامينز لا انا لازم اكل صالة لها انواع واشكال ووالوان كتير فبالتالي المكملات الغذائية دلوقتي بقت حاجة اساسية في حياتنا لان احنا الغذاء ما بقاش يدينا كفايتنا كويس هو من سن كام يقدروا ياخدوه بس انا بفضل دائما بقول 16 عازم اخلص نموه وجسمه خلاص كده بدأ يكون دخل في الحالة انه فعلا بدأ يبقى فيه وير انتير او فيه لود على الجسم من قبل كده هو بيبقى لسه بيكبر في بعض الحالات اللي بتبعت لنا بتبقى الحالات اللي هي ربنا يشفيهم يا رب ما بيتحركوش يعني يبقى طريح الفراش ما بتحركش اسباب كتير الكبر السنة او اسباب صحية ممكن حد يبقى شاب صغير فدول ما بيعندهمش حركة تماما والموضوع ده بيؤثر بشكل كبير جدا بيحصل تراقي وممكن يؤدي لحاجات كمان وحشة يعني ربنا عافي الجميع فهل برضو الفئة دي من الناس ممكن ان هي تلجأ ليه جوينت بيكس وازاي ممكن ان هو برضو يحسن من حالتهم طيب هوا مبدأين كده الناس طريحة الفراش دي اساسي بالنسبة لها انها متتحركش فطبيعا المفصل هيتيبس العضلة هتبوز كل حاجة في جسمه ما تبدأ تترخف عنا وهيبدأ مع كده يتحرك ومش يقدر يتحرك تاني فلازم مهم جدا انه يحافظ على المكملات الغذائية بتاعته كويس قوي جوينت بيكس هيفيده انه مش هيسبب له ألم في المفصل هيحافظ على الجوينت نفسه كويس انه لما يجي بعد كده يقوله ويكون خف الحمد لله فقدر يتحرك هيلاقي ما فيش وجع في المفصل مش هيحصل التأبوز ده بس لازم معها علاج طبيعي يعني لازم يكون فيه جزء كبير قوي برضو معتمد على الرياضة او جزء العلاج الطبيعي التمارين اللي بنعملها عشان خطر هو يرجع تاني يعيش حياته طبيعي بس المكملات هي اللي بتحفز على عضلاته وجسمه بشكل مناسب انه يقدر يشتغل انما فيه ناس كتير بتسيب نفسها خالص وطبعا بيبقى عندهم الشهية أقلت بسبب انهما في السرير فبالتالي ده بيخليهم يكل أقل فبصلي إيرفع خالص وبدأ يضعف جدا ودي كده مشكلة كبيرة اول انه مش هيعرف يرجع تاني لحياة الطبيعية طيب لو هتكلم حضرتك عن عندي لسه كذا كذا نقطة يعني انا دلوقتي لو هتكلم مثلا بني آدم غير ملتزم يعني مش من الناس اللي بلتزم بالكورس كل يوم انه ناخده هل لو شخص لوقتي اي شخص عادي فوت يومين تلاتة ورجع تاني هل ده بيؤثر على حاجة ولا عادي لو نسيت يوم اتنين تأسفرت أسبوع ونسيت اخد معايا مكمل غذائي بتاعي هل بيؤثر ولا الموضوع سيف مش هيأثر بالدرجة الكبيرة كده لو هي في خلال أسبوع او ثلاثة يام نسي ورجع ما فيش هتأثر قوي لاني احنا زي ما انت فيين الجون بيكس في جرعة ديلي فانا لو ما خدهاش بكرة اه اكيد مش في يوم واحد المفصل هيكسر ويحصل له مشكلة لكن ده على فترات طويلة جدا بيبدأ يحصل الموضوع ده فلو حصل مش هتبقى قزمة قوي ان برضو الجسم لسه زي ما اتفقنا بينتك الحاجات دي انا كان انا بديه المكمل عشان يكون عنده كمية اكبر بسبب استهلاكي للمفصل اكتر فهو بيحتاج كمية اعلى فبعدل ما هو ما ينتجها كلها او ان هو ما عندهش اصلا مخزون ابقى انا عمل له مخزون فبالتالي في الاسبوع ده برضو هيبقى الموضوع مش لودت اوي مش هحصل له اي مشكلة ولما يرجع بالعكس ده هو يبقى كده بحافظ على نفسه طيب عشان برضو نيست باتل بتبعنا هو يقدروا يحصلوا عليه من خلال الارقام او هو متوفر في كمية سيداليات احنا بنتكلم مصر بالمحافظات طبعا يعني مختلفة القاهرة والمحافظات المختلفة ده حقيق متوفر في السيداليات ولو الافضل كمان يتواصلوا مع الارقام اللي على الشاشة هيكلموهم هيلاقوا فريق طب المختص بيرد عليهم يشوف احتياجاتهم ايه ومشاكلهم ايه وهيحللهم كل حاجة بالزرع معلش نقطة برضو مهمة علشان الواحد يكون عنده مصداقية احنا متكلم ان الكورس اللي احنا يعني دلوقتي بنعرضه لسادة للمستمعين والمشاهدين ده واخد موافقة منين بقى من هيئة الدواء المصرية من هيئة الدواء المصرية تمام ده مهم جدا حاجاتكم برضو تعرفوه والموضوع very safe او امن للغاية وفي نفس الوقت زي ما دكتور احمد كان بيأكد انه هو كله حاجات طبعية مقونات طبعية ما فيش حاجة فيه كيميائية ابدا دي نقطة برضو مهمة ان احنا نأكد عليها والكل الاعمار بداية من 16 سنة دكتور احمد وفاضل دي على حضرتك حابب تضيف اي حاجة هي اهم حاجة بس النصيحة كده لان لازم نحافظ على الرياضة يومية يا جماعة عشان خاطر الرياضة مهمة قوي وبنحافظ بها على عضلاتنا ومفاصلنا وان احنا نقيش حياة بشكل صحي المياه مهمة قوي لازم نشرب على اقل 3 لتر في اليوم قدر الامكان مش معنى ان انا بحس ان انا عطشان اروح اشرب ده المفتوض ان انا اشرب قبل ما احس بالعطش احساس العطش ده دليل على الجفاف فده مؤشر من الجسم انا عندي جفاف فطبيعي لازم نشرب قبل ما نعطش يفضل كل ربع ساعة لوحد ياخد بقى مية مش كبير بس على مدار اليوم هيلاقي نفسه شرب كتير واهم حاجة بعد كده ان ناخد مكملاتنا الغذائية ونحافظ على الغذاء بتاعنا صحي مناسب لحياتنا عشان ما يحصلناش مشاكل تانية مع السنة رائع جدا نورتين يا دكتور بجد شوفك ان شاء الله في حلقة تانية وملف اخر اكيد هيهم يعني سادة المشاهدين بشكر حضراتكم جدا على متابعيتي انا وكريم النهار ده نشوفكو بكرة حلقة جديدة وعشر صفح في الان مع السلامة